طيب انت تعلمت الطبخ وانت شغال في الفيديوز ولا انت طول عمرك بتعرف تطبخ لأ انا باعف اطبخ من زمان طبعا بس اكيد تعلمت حاجات كتيرة لان كانت الافكور يعني لو انا باعف اعمل مثلا عشر اكلات عشرين اكلة الفيديوهات كترت فبدأت ادور واشوف ممكن اعمل ايه زيادة كده لغاية واحدة واحدة يعني بحاول اجيب افكور وكده بتعلمها حد قبل كده غشيشك كلمت مثلا مامتك او حاجة عشان تغشيشك في طبخة او اي حاجة انا قدرتك مية في المية يعني كله يعني في حاجات كتيرة لأ يعني ماما لازم تكون معاها على التليفون يعني اللي هو طب الرزة حصل فيه مش هنعمل ايه لدرجة رزة يا محمد بجد شكلها مامتك غشيتك كل حاجة هي اغلب الحاجات صراحة طب ايه اكتر طبخة هي كتعلمت هيلك وانت كنت توقف فيها تماما الكشك بالفراخ اه احنا جوعنا دلوقت لان هو احنا طبعه بنكله بنحبه جدا بس انا ما كنتش اتوقع ان هو بتعمل كده يعني الموضوع في دقيق وزبادي وبيتخمر طوم يعني كان فيه قصة بس طلع جميل بقى وسهل يعني لما انا عملته طلع سهل فبقت الناس بتعملوا بقى الموضوع ظريف يعني احلى طبخة بتعملها ايه واوحش واحدة مهما المنطق ايف لك عليها بص احلى طبخة بعملها عموما او اكتر حاجة انا بحب بعملها عشان اكلها كباب الحلة يعني ده اه بالبطاطس المحمرة دي عارفها كده يا سلام بقى لو فيعيش سوخن كده هابتبقى ظريفة اه اوحش حاجة بعملها الحلويات اه عموما يعني اي نوع حلويات لا مش اي نوع يعني بقى فعمل امو علي بقى فعمل كيمكرا ميل عرف اعمل روز باللبن الحاجات العادية لكن هنخش بقى في حاجات بقى بتخش الفرن والحاجات دي لا الموضوع بيكون صعب لأ ما بقربش زباطها خالص اوكي اشتركوا في القناة